السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائيسا المشاهدين في كل مكان في الدنيا عايز اقول لحضراتكم ان احنا بتوحشونا جدا طيب احنا كان عندنا برنامج المرة اللي فاتت او الجمعة اللي فاتت تحت القبة بنكمل برنامجنا لان ضفنا يعني فعلا وحشنا منورة ضفنا لسته طارق سيد توفيق طويل اهلا بيكو سيد منورة بيكو برضو بينا عليك التعب برضو يعني نفس التعب كله من اجل البلد كله من اجل البلد طيب سوص طارق احنا عايز اقول لحاجة بس حاجة دلوقتي سؤال يعني طبعا ايبا بحث وبدور لحدنا باللاقي سؤال يناسب حلقتنا ويناسب ضفنا اللي بنورنا سوص طارق سيد توفيق طويل مرشح مجلس النواب لدائرة 2020 دائرة أوسيم والوراء سوص طارق سؤال لحضراتك موجه صريح من احد الناس اللي في دائرتك سوص طارق قبل ما يعلن ترشحه لعضوية مجلس النواب كان عنده احاسيسية احاسيس ومشاعر وحاجات كتير جدا طب بعد ما ترشحت ولفيت وروحت نجوع وعزب وبلاد وقرة في كل دائرتك ايه بقى الاحساس اللي عندك عايز توصله الناس او جالك فعلا احساس صادق عايز الناس تعرفوا دلوقتي حد بأمانة بأمانة اه في حتة معانا دخلتها وفي ناس عبالتها حزنت اه حزنت حزنت لان المسؤول ايا كان هو ممكن يكون منزلش المناطق دي وما شافاش تمام فدورنا احنا كشعبي ان انا وصلوا للمنطقة دي واعرفوا بيها اعرفوا الحرمان اللي عندي انا شفت حرمان لخدمات في الدائرة يعني ربنا يقدرني وقدر عوضها يا رب ربنا يقدرني وقدر عوضها ان شاء الله يعني يعني بعد وقفيت للناس ودورت وروحت وجيت انت حزين على حال دائرتك دي بقى اه طبعا فبرضو بنأكد تاني ان كلام حضرتك موسطق وعالهوى وانا بقولها اه اه لسبب واحده سيزة النهاردة انا كراجل تنفيذي موجود في الشارع الناس ونظرات الناس ليك وفيه من الناس بيبصوا نظرات عارف حب ودادة وكلمة دايرة عند الناس كلها جدا 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 عشان عمل حج سيد توفيق الطويل هنكمل ونكمل مع سستار سيد توفيق الطويل سستار عايزين نقول لحضرتك ايه هو الموقف اللي حصل في دايرتك انت لمسته وحسيته وقلت يا رب انجح واوصل لمجلس النواب عشان احقق للشخص ده او للمجموعة دي او للبلد دي القارية دي العزبة دي اي حد المطلب اللي هو طلبه مني هقول لحضرك الحاجة انا في حاجة في الصحة معينة امان اه يمكن موقف من الموقف اللي خلتني بكيت انا جالي شاب كان لسه ربنا رزق بمولود صغير وبيدور له على حضانة امان وفيه سيد مفيش في المستشفى حضانات وبين ما قدرنا نوفر له حضانة كان الطفل تقف امان فطبعا كان بالنسبان انا واحد من الناس ومعايا طبعا يعني كانش مؤسس جدا احساس غير طبيعي احساس طبعا غير طبيعي اه اه عارف يعني ابنك يموت في ايديك وانت مش عارف تقفال له حاجة فيها طبعا يعني مش مش ده ما قدرش ايا يعني خدره ما شافه علي او اعمار بس كان ممكن تلاحق كان ممكن تلاحق احنا مش عايزين نطلع عليك بصراحة يعني بايا انت ضغطت جدا في الموضوع يا رباني خلي يعني الموقف ده خليك تقول ان انا عايز انجح وعايز بقى موجود عاوز حقق للناس حاجة انا عاوز حقق للناس حاجة عاوز احسسهم بيعني ايه نائب في الدائرة يقدر يشتغل معه ما تقنعنيش وتقولي ان اصل الدولة ميزانية لا 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 تسيبك الكلام الدولة بتحقق وبتشتغل وفيها ميزانات وبتنزل انت فيم من انك تحرك المسؤولين ينفذ عايز حد يحرك بس طبع فانت النهار ده مشاريعك اللي بتبني المشروع بيبقى مدته ست شهور مجرد ما الرئيس بينزل على المشروع على ارض الواقع ويبص ويدي تعليمات ويعنف المشروع بيخلص في شهر يعني انا بدور تنفيذي وبيقوم معانا بدور الشعبي المفروض بتاعنا تمام جدا 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 حقيقي بتقول ان موقف اثر فيك في حملتك الانتخابية وانت بتلف كتير بس ده انا عايز اقول ان ده موقف شخصي دايما بيحصل لك يعني انا عارف عن حقيقي دايما بحد بيجي لك احنا عندنا حالة وفاة احنا عندنا طفل عايزين يوديل حضانة والكلام ده كل فالموقف ده اثر فيك وتقول رسالة لكل الناس انا نفسي انجح نفسي اوصل ابعوضه في مجلس النواب علشان الطفل اللي مادة ما يتكررش الموضوع في برضو موقف تاني تمام يعني انا عجبني الرد فيه في احد الشباب في اللقاءات والشابات بقول لي انا بكسف اعزم صحابي من برة عشان ما يدخولوش يشوفوا منظر البلد واحنا داخلنا حد المطلوب بقى جميعين بقى نزل اه من الطرق والزبالة فلو ربنا قدرني انا اقسمتله على نفسي ان لو ربنا قدرني هشتغل لحد موصلك انك تفتخر انك تجيب زميلك وصاحبك تعزمه عندك في بلدك حلو جدا انت كده دخلتنا للسؤال اللي كان جاهز بعد كده بسطور الشباب اللي هم اماننا اللي هم مستقبلنا اللي هم ولادنا اللي هم حياتنا بسطور احنا سؤالي كان موجر حياتي حالا حاجة يعني عايز اقول من راتب الموضوع جدا بس المشكلة انت بتطعني بكلام بتخلينا جيب بالسؤال اللي بعد كده قدامه مش عارف بابا يهدر الدنيا سطور احنا عندنا بنسبة للشباب بقى فيه للأسف 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 فيه موجة مخدرات جامدة جدا جامدة جدا والشباب ما عنداش مشاكل طبعا الماديات بقت شوية مع الناس كويسة بعض الناس يعني فبلاقي الموضوع ده موجود طب سطور احنا عندك توجه ان انت نحاول نقضي تماما على المخدرات وعلى تجار المخدرات مش عارف بقى الحكومة والشهر والشرطة والكلام ده فيه هل فيه توجه لحياتك بص يا سيدة احنا نتكلم في حاجة انا كنت لسه في مؤتمر دلوقتي عمله لأحد العائلات المحترمة فوصيم تمام وحضره كذا شوفت انا البس من باشي بتاعه كل كنت بكلم في حاجة يا جماعة القصة قصة سلوكيات انا النهاردة عندي مركز شباب في الدولة مركز شباب كان زمان دوره دوره فعال جدا كان قبل ما بيفسكر في تنمية الجسم والنحة البدنية كان بيفكر في تنمية الأول حلو جدا نهاردة الشاب النهاردة لما تبدأ تنمى عقله وتبدأ تنعيبه ألعاب معينة مش شرط ان ياخد الكرة وينزل الملعب يجري ويلعب شواء كرة وطلع مركز شباب كان زمان بينمي عملية تنمية لأقول قبل الأجاسم قبل الجسد أقدر أعمل ندواتي أقدر ألعب مع الشباب اللي عبدالية ابدأ اشتغل على البذن والعقل يعني انسقف الشباب تسقيق هي بصة باش هي سلوكيات وفكر وأنا النهاردة لو وصلت المرحلة إن أنا أعدل في السلوك وفي الفكر بتاع الشاب بنفسه يعرف يعني إيه مخدرات يعني إيه ضرر وقع عليه يعني إيه أزى وقع عليه وعلى أسرته وعلى أهله وعلى دائرته وعلى ناسه يعني إنت حاجة بتقول إن إنت عايز تعالج الموضوع مش بالأمر القضائي لا 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 نحتوي الناس الأول فندم إنت النهاردة ما احترام ليك اوعى تتكلم في حاجات معينة دي تجارات دولية بتاعت تمنع والدولة بتمسك والشرطة بتجيب وبتحبس وبتحبس تاجر وبتطلع تاجر ليه؟ طول ما فيه متعاطي أكيد فيه طول ما فيه تاجر طبعا طبعا أنا قصتي إيه؟ أنا تاجر بيجي لي متعاطي فاش أغير أنا لو قدرت أوصل لمرحلة أن أنا أعنمي فكر المتعاطي ده وأعالجه نفسيا وأهله نفسيا وأهله جسديا وصحيا وأقدر أخليه هو اللي يحارب يبقى هو اللي يحارب بنفسه تده سلعة التاجر السلعة التاجر ماتت خلاص هتوقف تماما صح يبقى أنا منامي دول مراكز الشباب في دي ولما أبدأ أعمل ندوات تسقفية للشباب ووصل لدي ولما أبدأ أوجه الشباب وحطه في اتجاه تاني أغير اتجاهه ومصيره تماما ده خلاص أنا أقدرت أمنع المخدرات تماما وده الدولة عملته في حاجة معينة خلينا صرح ده النهاردة في الإرهاب يا الدولة حاولت حربة الإرهاب بالسلاح فقط ولا بالفكر لا المفروض بالفكر طيب طيب إحنا بدأنا نقضى على الإرهاب في بلدنا بالفكر لأنه هم لابوا مع الأولاد صغيرين ومع الشباب بالفكر وإحنا حربناهم بالفكر الدولة حربت بالفكر وإحنا نجحنا بالفكر ما رجحناش بالسلاح يعني إحنا نرجع تاني نقول طبعا رجعت بقى لإيه للمؤهل بتاعنا اللي هو باكريوستر بيرياضية هنقدر من خلاله ننطلق في كل مراكز الشباب ننطلق في كل رؤوساء مراكز الشباب نوعيهم عايزين نعمل حلقات للناس الشباب اللي موجودين في مراكز الشباب عايزين نعمل كذا 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 حلو جدا مصلحة الدولة مصلحة الدولة في تنمية مراكز الشباب قبل الأندات كبيرة بالعمل على فكرة بيطلع من مراكز الشباب دي يعني لعيب الكرة كبار جدا كل حاجة كل الألعاب وكل التربيات الفكرية اللي بتطلع بتطلع من مراكز الشباب وليس الأندات كبيرة حلو جدا طلع ابدأ من الشارع من الأرض ابدأ من القاع هتلاقي نفسك طلعت على السطح وانت طالع مش بيحتاج حاجة من حد يبقى يا رؤية حضراتك اللي جاية ان احنا يا جماعة هنبدأ بنباتنا اللي جاية النبتة بتاعتنا الطيبة شبابنا الطيبين سوستاري بيقول نهو طبعا سنوك مش كبير لسه طبعا هنقولنا نوعا 47 سنة فلسه من الشباب فان شاء الله يكون معانا واحدة بواحدة حب شباب وحب كبار برد لا انت لسه شباب مشاء الله فهرين طيب سوستاري سؤالنا بعد كده بيمنحيك راجل تربية وتعليم وصلت الاماكن مرموقة حد ما وصلت دلوقتي لمدير التعليم الخاص بالجيزة تمام طيب احنا اسمعنا كل مرة نسمعني في دايرتك مشاكل في مدرسة الصناية ما عندناش مدرسة الصناية مشاكل في مدرسة مش عاية في ايه ما عندناش مدرسة ايه رؤية حياك في تطوير المدارس هنعمل ايه والناس محتاجة ايه بصفا دم الدولة في قصة المدارس بالذات كل اللي اهمها توفير الارض حلو يعني ما تيجي تتكلم معايا مسؤول يقولك انا اعرف وفرلك الاعتماد بس وفر الارض تمام انا مقتنع ان انا عندي في اوصيم اهل الخير كتير في الدايرة في اوصيم والوراق في اهل الخير كتير جدا تمام النهاردة انا ممكن اذا ما قدرتش اوفر ارض املاك دولة هقدر برضو بالفكر وبالناس المحبة البلدة ان انا اقدر اوفر مساحة الارض لو بتتبرها بالشرب الجود الزاتية اقدر اوفرها ان انا اقدر اوفر الارض دي هقدر الدولة على الاقل خالص اعرف لزيمها بالاعتماد انا عندي عجزة في المدارس صبع عشان نكون صريحة سواء تعليم اساسي سواء صنوعي سواء سنواء عام كل ده في عجز كل فعلا في كسفات فلوس بس نبيش بمزاجك برضو عشان نكون صرحة انا مش عاوز احمل الناس حاجة وحمل الدول حاجة لا انا عندي تعداد سكاني بزيد وعندي عدد مدارس حلي عاول اوفر وده ده الشيء الدارك في كل الدواية اه طبيعة مصر اه في طبيعة اه احنا ببص يعني مش عاوزين نقعد نتكلم في ايه وحنا احنا احنا جيني نقعد تطارق علشان نوجد حلول للناس تطارق هيمثله من شاء الله في عودوية مجلس النواب عايزين نوجد حل للمدارس حابت تتكلم واحنا معاك جدا نهارده انا عندي مدارس مدارس قديمة سي من اللي هي قبل انشاء الهيئة شو مدارس كتير جدا ممكن خلاص مدارس دلوة تعمل لها احلال وتجديد هتطلع بمساحة اكبر هتطلع بفصول عدد اكتر هنقدر نعيليها كسافة يعني دور والتاني والتالت اه تمام نهارده الحاجة التانية ممكن بالمشاركات المجتمعية النهارده في الدولة هتوفر اراضي والدولة هتوفر لمزانية بالتبرعات طب احنا عندنا كتير جدا من المدارس اللي بنت في دائرة اوسيم فيها مدارس كلها تبرعات اشخاص احنا الناس ما تعرفش الكلام ده برده لا فيه الناس ما تعرفش ان فيه ناس تبرعات لا 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 فيه مدارس ومش كل المدارس اللي عندك مقام على الارض دولة تمام فيها مدارس ايما بالتبرعات الشخصية والدولة بدأ اتدعا فيها طبع فيه النهارده يعني انا فيه موقف من نسيم حوالي بتاع خمس ايام حد معين عرض ان انا عندي قطعة ارض وعوزرة خاصة اه محتاج فئة عوزرة خاصة مدرسة حكومة طيب اول مدرسة كيف موحدك يعني اول مدرسة حد جال حالك وقالك انا عندي فدان ارض وقالك انا عشر رئيط ارض وعايز اعمل مدرسة اول كلمة تقولها الاه داريتك لو حصل الكلام ده هنعمل مدرسة كذا ايه هي بمشية اللي انا مستني منهم الورع بس يجيلي خطنوا بالكلام ده وانا اول حاجة هاجري فيها بان انا ابدأ انزل لجلة تشوف الارض وان شاء الله هنقدر رفع للاحتباد وان شاء الله هنقدر نعمل مدرسة تمام يا جماعة والله الاصرار والعزيمة وانك تشتغل مش لهدف شخصي لهدف عام اخصب بلا ربنا بيوفقك تمام بتتحل معاك مشاكل كتير بدون ما تدرق هو طبعا انه تكون اللي اه للا خلاص هتلاقي الموضوع اللي اه للا انك تشتغل لبلد طبعا انت بتشتغل لبلد يعني انت بتشتغل لدولة تمام انت بهمك النهاردة انه يتقال يعني انا بتكلم على الصعد الكبير انت بتعمل انك تقول انا من مصر تبقى فرحان ومرسوط انا من وسيم انا فرحان ومرسوط انا ابن قرية شمباري انا فرحان ومرسوط احنا عايزين دا احنا عايزين دا ان شاء الله في اللجاء ان شاء الله طبعا احنا ارقامنا موجودة على الشاشة فضغط احنا مفروض ان المكالمات دي في لسه بعد الفاصل بس المشكلة بقى في ضغط جامل جدا فراحنا معناfer استاذ مين معا tactics استاذ محمد وולם معا ايو يا فندم ازاي حضرتك اهلام وسهلا يا فندم ايو يا فندم ازاي حضرتك كمية الحمد لله ازاي حضرتك محمد و물� erleستم او يا فندم توسيم ان شاء الله قرية زيدية اهلا وسهلا زاي حضرتك الله يبير فيك معيني الجنة ومثلنا طبعا على استاذنا ونعيبنا المنتظر الحكي طارق حال الحكي طارق.. مع حضرتك بقى شو هيتسائله أهلا بك أس محمد إن شاء الله بعمل وإحنا إن شاء الله معاك وكل شباب الدائرة مع حضرتك لأن حضرتك طبعا أنت أولا مش محتاج أنك تكون ناقب في البرلمان عشان تخدم أنت بتخدم من قبل ما تكون ناقب في البرلمان معالي الباشر وده المشهود وكل الناس تعرف كده سستاري وإحنا إن شاء الله بنقف معاك مش عشان مصلحة شخصية ولا إن إحنا محتاجين مصلحة عامة للبلاد مصلحة عامة للبلاد للتوسيم والوراء يعني عندنا مشاكل كتير سواء كانت في الصحة أو في التعليم أو غيره أو غيره فبنأمل يكون لديه عند حضرتك وأكيد عند حضرتك خطة للعمل على تسوية هذه الأمور كلها معالي الباشر محمد سواءنا الحياة بس سريعا كده حقيقة قلت من قرية الزادية صحة كده؟ آه فاند من قرية الزادية يعني تاع سستاري كويس جدا نفروض القرية جنب القرية طبعا طب هل ينفع تسوية لنا مثلا موقف سستاري شفت فيه مثلا ساعد مثلا حد في التعليم موقف ايه فاندم احنا اخيرا قبل ما يجي لعند قبل ما يجي عند حضرتك كنا أعطيهم جلسة كان فيه عائلتين يعني عائلة الصغيري وعائلة السيح كان بينهم مشكلة كبيرة وكانت هتتفاقم وكانت ممكن يحصل في الزادية وأوسيم يا بيه تمام تمام يعني بمشكلة بين عائلة في الزادية وعائلة في أوسيم وكان الأمر هيزداد سوءا لو لا تدخل الأساس طارق وبدون دعوة وبدون دعاية انتخابية وقال ما حنتش يصور وأنا مش عايز أظهر حتى في الصورة ومش عايز أكون متواجد عشان ما حنتش ياخد علينا ان احنا بنعمل كذا أو كذا وتواجد بالفعل وكان وقوده قوي ومؤثر وفعال في انهاء الأزمة بين العائلتين الكلام ده النهاردة يعني احنا بنتكلمش لو هنعدي مواقف على الأساس طارق احنا مش هنقدر نحصورها لان الراجل متواجد في العمل العام والعمل الخدمي من يعني الكلام ده من فترة طويلة منذ تواجده أصلا يعني وهو طبعا الراجل عمده مش محتاج لأنه هو نزكيه يعني أنا خدامك يا عم محمد في أي وقت وانت أهلياتي ربنا يبارك فيك يا سبحاني وده حقكو علي أنا بص يا سبحاني أنا ما بتجباش عليكم ده حقكو علي طلبك بين تنزل العام العام لازم أكون في ظهر كل واحد في دائرة تسيه وإيه اللي منزلوك وحقك علينا يا سبحاني ان احنا زي ما بنقول اللي ما بيشكرش الناس لا يشكر الله وحقق عليك ان احنا نذكر هدي المواقف لان دي المواقف اللي بتعلم معنا احنا كشباب ان احنا لما نشوف ان عضو الدائرة موجود في كل وقت وفي كل زمان احنا بنتطمن لان بنجد ان احنا ورانا ضهر وورانا حادي بينهي مشكلة لقدر الله يحصل فيها يعني حاجة لا يحمد عقبها فده كله يا فندم احنا بنشكر حضرتك على تواجدك وبندعمك من أجل ان يبقى وجودك أكثر فاعلية من كده تمام انت معايا باشا فإحنا ده اللي احنا بنعمله وان السياسة التشريعية وسياسة العمل السياسي البرلماني تتغير لان احنا النهاردة العضو البرلماني مجرد تواجده في عازة او في بتاعه يقول لك خلاص احنا كده هو ده كده العمل لا افندم ده مش العمل للنائب في البرلمان ولا حاجة الاجتماعيات دي كلنا نقدر نعملها وكلنا نقدر نتواجد فيها ولكن من يستطيع العمل لمصلحة المواطن او مصلحة الفرض بتاع بايلته ده قليل وما يفهمش الدور ده غير الراجل اللي عنده وعي وعنده ثقافة يقدر يشتغل من خلاله ويحنا نعتقد ان عند حضرتك هذا الوعي وهذه الثقافة ان شاء الله يا سمحمد سمحمد بصراحة اتصالك جميل جدا ومفيد جدا ونورتنا باتصالك وياريت كل الناس تكونوا على قدر كبير من الوعي زي حضرتك كده وتعني اللي الصورة مصبوطة احنا مش عايزين حد يجامس طريب المر عايزين نقول الصورة مصبوطة بقول لي كان في مشكلة بين عائلتين وحليك دخلت في الموضوع وحليت الموضوع وحليك لسه بقيتش عضو مجلس نور فهل ليه يعني حليك دخلت في الموضوع عشان ايه حولا فاجأ احنا ما اسمعناش بالكلام ده انا شخصيا او ما اسمعلكلام ده والله انا مدي وعد لوالدي رحمة الله عليه والربنا ان اي حاجة هقدر اعملها فيها خير هعملها تمام لرحمات توصلوا ودعوة بظهر الغبلية انا بتنجيني من حاجات كتير انا بص وانا جاي في الطريق حد قالي ان انا عايزين يعمل اسلوجان لك اللي هو امتداد للأب لان كل ما تروح تعمل تقرير الناس وحلينا تقرير كتير كل ما تروح تعمل تقرير حد يقولك احنا علشان خاطر عمل حاجة سيد توفيق الطويل ليه انا ما وصلش برضو لكده لما ابنيمشي في الشارع يقول له عشان خاطر طارق سيد توفيق الطويل يبقى امتداد ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله احنا طبعا معانا اتصالات كتير يا جماعة فبس نسأل لست طارق سؤالت احنا طبعا هتكلمنا عن موضوع المخدرات وحنا هنعمل ايه والكلام دي كله طيب استوال طارق احنا حد كان بيسأل سؤال كده هو ايه الجديد اللي هي حد يقول لي وانا تخيب لي عشان ايه هو ايه الجديد اللي هيتم وكل الناس بتيجي توعيد وتعمل الكلام دي كله طب ايه الجديد اللي هيتم بس الجديد اللي هيتم هو اللي حسي بيه مشانا تمام انا وعدت ان انا عنديش برنامج انتخاب لمحدد عندي شارع تمام عندي دايرة معدومة خدمات او محرومة منها تمام عندي جهات وعندي دولة انا عارف كويس قوي انها مش هتبخل لما تلاقي الناس عاوزة تشتغل تمام بس تشتغل يعني الجديد هو كده كده هو اللي هيلمسه هو اللي هيحسه على الطبيعة في الشارع مشانا اللي هقولهوله تمام جدا تمام جدا طبعا احنا محضرين تأريد كتير الناس في اعداد معانا ولا مش معانا طب احنا مفروض نخرج فاصل بس محمد نجدي دخل معانا بس فالاسف اسم محمد اسم محمد سيخي واسم محمد ايه وزا ازل اه حايا بس الكلمة بس المعتادة معلش بصوا حاياك وضي تلفزيون اسمعني متلفون بعد ازنا معي اسم محمد حاياك بس ابعد عن التلفزيون خالص او وطي بعد ازنا حالو ايه 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 اي مع حضرتك. مع حضرتك واسم محمد. الحمد لله بخير. انا حبيب بس اقول كلمة واحدة بس للصصارة. اتفضل. اتفضل. والله والله يا صصارة انت من غير اي حاجة ومن غير انتخابات ومن غير اي حاجة خالص انت حد حب. والناس كلها هو افضار. والله. والله افضل. وانا يا صصارة محمد مجد اللي كان لديك قبل كده. اكسن بالله انا لو بص. بحصن بالعشرة الاستاذ طارق. ربا يا حفظك. الاستاذ طارق محبوب محبوب محبوب. بر اي حكاية اكسن بالله. يعني انا بقول لك او الله انا الشاب مش شابش امباري والاستاذ طارق ما شفتش منه اي حاجة وحشة. ودي ربنا معاه وربنا يا وفاة يا رب واكسن بالله انا بدعيله. بقول يا رب الاستاذ طارق ده احنا عاوزين حد بلدنا. الف الف شكر از محمد ما ورطنا وكلامك بصراحة اسعدنا جدا جدا. ويا رب كون الناس تكون برضو على قدر كبير من كلام حقيقي ان شاء الله. احنا استاذ محمد مجد من شمباري. اه اه تفضل تفضل. انت كمية حب الناس دي. فيه بعدها عاوز حاجة تاني. اهم المشكلة بقى ده بيحط حمل كبير. ده مش بيحط حمل. ايه المشكلة في كده بس. ده بيخليك بتقعد. ما اتنا مش تكلم نفسك. اتكلم نفسك. انت انت هتقدر افتامنين الناس دي. هتوفي الجميل ده ازاي. هتعمل لهم ايه? هتعدل فيهم ايه? اه. ومش عايزة. بس ان شاء الله ربنا يا اعظام. مع عشان كيا سألتك. اول سؤال سألتكي لك. اه 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 ايه اللي حصلت? ده اول سؤال سألتكي لك. ايه ايه? 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 ايه ليحساس اللي جاي لك? لما شفت التفاف الناس حواليك بيقولوا هننشرح كزا وننتخب كزا ونكمل كزا. بس ده ده كانت اول سؤال ايه كان محور الموضوع. فيه متمرات انا بعرفش اكم درش اكمل درش اكمل يعني انا ابوص في حاجات انت مش متوقعها كمية الحب اللي شفتها في عيوني ان السهول وقفة في ظهري والمساندة وده مش فيش مبايا وفي كذا بلد وفي بلاد الدايرة تمام بيخليني ساعة طعة يعني انا ممكن ابكي وانت خلاص بيتبكي هعمل ايه طب انا هقول ليه انا مضطر انا مضطر عشان بس ايه اللي ممكن اعمله لك عشان نكمل حلقتنا بقى مضطر اخرج فاصل عشان بس نهدى شوية وايه ونرجع تاني ناخد فاصل يا جماعة بروما سريع ونرجع تاني مع اساس طارق سيد توفيق مراش راح محتمل ان شاء الله نجلس من 20-20 موعدنا يوم السبت في الرابع والعشرين من اكتوبر في مواجهة تحديد المصير تنازل عن حقك لان انا بقولك في ميزانيات في الدولة بتنزل ولكن المسؤول محتاج اللي يتابعه اللي ينشطه اللي يحركه ادعيلي لو فيها خير ليا وليكو ربنا يقربها فيها شر ليا وليكو ربنا يبعدها ويصرفها ومش عاوزها الاستاذ طارق الطويل مرشح مجلس النواب عن دائرة قسيم والورانة اذا كان فيها خير ليا يا رب واذا كان ملهاش خير وشرف عني ومش عاوزها طب كلمة مش عاوزها دي اعرف بصلا انا اسمعتها منك بصراحة يعني المضوع بنسبالي مش عايزها يعني فعلا مش عايزها اه مش عايزها طبعا اه اه وانا مش حملها يعني يعني صرحة سيبنا بقى من الشارع والناس اللي هتحسبك وانت هتضيع تاريخ انت عملت ليك انت والدك تمام انت وضام ربنا هتسأل طبعا طبعا مين فينا حملها لا طبعا سيدنا عمر مسأل واضح لينة لو تعصرت دبه في العراق لسؤولة اليمة اليمة اللي تمهت لها في الطريقة يا عمر هنا السؤال انا حملك ايه اقولوا للناس لو انا بالفعل فيها شر ليه قولينيه قولينيه طب حتى لو فيها شر ليه انا خلاص انا متحمل لكن الناس زنباية اه صح صح انا مش حمل الناس يبقى فعلا فعلا زي مصدر الكلمة الكلمة واضحة اه طبعا لو كان فيها خل ليه ربنا يوفقني ليه ويكون اهل ليه لو كان فيها شر يبعد عني وفعلا مش عايزها لان يا جماعة كتب الناس بيسعى للكرسي للمنصب للكلام ده كله ستار لما نوصل للكرسي بقى هل هنعط بقى الكرسي تمام استيكر جميل على العربية كرني جميل كرسي حلو اللي معشيرني اللي معشيرني ويعرفين من الان بقى انا عارف ده بسعى زي الناس تعرفين انا لا بتاع كرسي ولا بتاع عادة في مكتب ولا بعرف عطي حتى وانا تنفيذي تمام انا ما عرفش كده ما عرفش عاطة في مكتب ما تلاقيش على كرسي بتاع خمسة عشر دا انا تعودت على الشارع بين الناس انا بتاع واقع بتاع شغلة عاملة شغلة يظهر منك شغلك اللي بيتكلم عنك لكن سيبك وانت لو قعدت تتكلم مع الناس سنة كاملة عاملة لكن في شغلك يوم في ناس مفوها في ناس مفوها في الخطابة بتكلم كتير جدا وبعدين ما فيش عمل يعني انا عارف ده كويس جدا عندك بس برضو باسألك تانى وبأكد الكلام ده تانى للناس طبعا حجيك موجود بين الناس في العمل موجود بين الناس ما فيش كلام وحنا عارفين ده كويس جدا طيب سوص طارئ بنأكد تاني هل لو ربنا كرمك وصلت لعدوية مجلس النواب هل فيه طبعا مفرودي كله ما كان بره وما كان جوه الطبيعي احنا عارفين بس هل هل حقيقة ناوي فعلا زي ما نسكت بقوله هو بس يوصل وخلاص مش هلاقيه تاني مع السلامة لو كان كنت نقلت أنا نبطل ومقافل على السياسة من 2011 تمام تمام لو فيها كنت اشتغلت على كده وكنت نقلت وخلصت نفسي أنا أولادي ونقلنا من البلد من بقام عشر سنو أنا رفضها تمام أنا متعيتي إنه نفتح باب بيتي ألاقي ناسي بره وأسلم على ده وزاكي عم فلان وزاكي حج وزاكي حج والدعوة اللي بخدها أنا خارج من بيتي بمركب عربيت الحد ما أطلع بره أكتر من واحد أبيني دا إيدي دعوة بتمشي معايا حاجاتي بالدنيا بس بتسهل حالي أه بالدنيا أما الكورسي فأنا عاوز أقول حاجة جماعة احنا في فترة النائب الزكي اللي استغل الدولة في الفترة دي والحكومة إنها بتبني وشغالة في البلد تعمير بترجع البلد تاني لوضعها اللي بنينها عليه في الأصل دولة زراعية دولة صناعية دولة دولة بنرجع استفاد من ده استفاد من الشغل اللي الدولة بتعمله استفاد من الشغل اللي الحكومة تشغالة فيه طالب مش أقولك لأ والله ما هيقولك لأ أهم حاجة طالب احنا عايزين العضو مجل الشعب يا جماعة عزوز النواب يطالب يجري يتحرك يروح ويجري بيوصل المسؤول إني بقى عاوز يرتاح منك تمام 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 طبعا الزن على الودان أمر من السحر فنتحرك ونزن كتير أنا أتحرك واخد حقك وأنت أصلا النهاردة الحاجة اللي تخوفني اللي هو أنا بطلب حاجة مش حقي تمام جدا تمام جدا لكن أنا بطلب حقي وبطلب حقي وأنا عارف إن اللي فوق ما بيزعلش إنك تطلب حقك طالب ما بتطلبه بأدب وبتطلب خدمة البلد وخدمة عامة خدها أنا بطلبش حاجة شخصية تمام جدا أستاذنا طبعا إحنا رقمنا نقود على الشاشة فيه مكالمات كتير جدا فإحنا مضطرين كلهم شواني نقطع كلامك معلش أنا آسف فالناس بتعلق إحنا بتقطع أستاذ طرع لي في كلامه المكالمات الكلام ده فأنا مضطر معنا أستاذ حازم ألوه أستاذ حازم بحيري معنا حضرتك ألوه أستاذ معلكم أستاذ حازم إزي حضرتك إزي حضرتك يا فاندم ربنا كريمك سحازم بحيري يعني أوسيم ألوه أستاذ إزي حضرتك إزي حضرتك إزي حضرتك يا فاندم منور الدنيا كلها ربنا خليك يا فاندم مرد فيك ربنا كريمك في الصارق الطويل يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى إن كان يقول أن يكون عند حصن ظن الناس الناس كلها في المنطقة كلها وفي البلد كلها بالدعم الأستاذ صارق ويعقد أدعو ربنا إذًا أرى يكون عند حصن ظن الناس الناس محتاجة نائب يكون صوته عالي يقدر يجيب حقوق الناس الناس في المنطقة عندنا محتاجة نائب يقدر يتكلم بحقوق الناس ويمكن الشي محتاجة حاجة وإحنا كلنا في المنطقة هنا وأنا عن يبيع عن عائلة بحيري وعن أهلي فاوت questioning توكل على الله والناس في ظهرك بس الناس في ظهرك ومنتظرة منك منتظرة منك الخدمات اللي اتحرمت منها منتظرة منك ان يحسوا ان وراهم نائب بيتكلم باسمهم ان وراهم نائب بيقدر يجيب حقوق الناس الناس لو حست ان فيه هيجيب لهم حقوقهم ويبقى وقف في ظهرهم تأكد مليون في المية ان الناس لن تتركك ولن تتخلى عنك بأي حال من الأحوال واحنا نتمنلوا التوفيق في كل خطوة بيخطيها ونعطوا ربنا سعادة على ان يوفاوا فيها انشاء الله رب العالمين سيد حازن بحيري حاجة اكيد سيد حازن بحيري طبعا ده منعز الناس اللي هي وبعدين اخ واخو للمرحوم اسلام بحيري اللي هو كان شقيق وتوأم واخ وصاحب وكل حاجة ليه في حاجة اللي لاحظتها حاجة قلت كان لسه فيه مقطور من شوية فحس حاجة اول مقاله كان هفري معاك هنقرأ الفتحة لأستاذ الاسلام بحيري رح نطلع عليه انلا لقيتك باكيت ده كان بالنسبة للتوقع عارفي لما تلاقي اخ ديك لما يحس انك بدأت تشرد يقول لك اصطب احنا غلطنا بدي كان ضخر يعني كان معاي على طول انه هو احنا عادنا على اعضاء مجلس بحالي وحافظة مع بعض دورة كاملة كان اي مسئول يشوفنا مع بعض يقول لك التوقم جه ما بنختلفش بس ما كناش بنختلف عليه على مصلحة دايرة رحمة الله عليه شخصية خيرة ومحترمة اخويا طبعا بجد اخذ معنا الكلمة رحمة الله عليه ولو موجود في الفترة دي كان فرق معاك طبعا اخواته ربنا يخلي اخواته ولاده ويحفظهم بي اه يحلم حالي ان شاء الله يكونوا دايما سانة داك اخواتي طبعا دايما سانة داك اخواتي طيب سستاري عايزين نقول لحيك حاجة بس برضو سؤال سريع جدا امتداد للأب هو حالك مفروض ان الوالد حالك كان عمدة قرية شمبير اخو حالك دواته عمدة قرية شمبير اتفقين مع بعض احنا في خدمة قرية شمبير دا وعد الابوي الله الرحمن تمام تمام يعني دي وصية انا اعتبرها وصية انا اعتبرها وصية وصية السبب واحد هو ما عاش ومات ما كانش عنده هدف غير حب الناس تمام كان بيفرح بي جدا اه دا السيرة السيرة اطول من العمر كان بيطير بيطير السيرة اطول من العمر طبعا يعني حتى لما كوني ليه تعبان طبعا ادريح ويسيبك اللي هعمله دا هيقويني تمام وذلك لما مرض وتعب اه انا شفت بوكة الناس عليه شفت دعواتهم ليه كانت مقوية قوي كانت مقوية قوي ما كانش خايف كان وصل لمرحلة الاحتضار والموت واحد بيكلمك هو مش خايف من لقاء ربه بل مبسوط به رحمة الله مبسوط به بيقولك انا الحمد لله ما عملتش حاجة اخاف بيها لا انا رايح لربنا انا عارف ان انا رايح والحمد لله عملي عملي شافي علي رحمة الله علي رحمة الله علي عدد يحضرنا تقريرنا عشان نستطرق عملي يغير مود الحلقة تماما بصراحة فاحنا لو جاهز نطلع فاصل جاهز جاهز طيب نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نستطرق سيد وفيق الطويل مرشح ان شاء الله لعوضة مجلس النواب بدائرة أوسيم والوراق 2020 نطلع فاصل ونرجع تاني سوزهند بس سؤال سريع حيك لو نوية تدخلي او تختار حد مجلس النواب تختار مين بالزبط ان شاء الله لو هنتخب هنتخب استطرق الطويل لسبب انا تربية وتعليم وهو تربية وتعليم فاكيد هيبقى اختياري الاول طيب بعيدا عن تربية وتعليم تماما فيه اكيد مشاكل موجودة اكيد طلبات موجودة من يسا حيك ايه طلباتك او ايه مشاكل الدايرة اللي انت حيك تابعة لها عشان بردو نوصل استطرق الكلام والله حضرتك لو لفت بالكاميرا هتقدر تشوف المشاكل يعني المشاكل احنا قرى قرى ومدن مركز اوسيم عندنا مشاكل في المية في الصرف الصحي عندنا مشاكل في الخدمات عندنا مشاكل في المدارس اللي اتعدد المدارس اكيد كل المشاكل دي عندنا مشاكل في تمكين المرأة ودور المرأة خاصة في الريف والمشاكل اللي بتعانيها المرأة في الريف كل دي انا مشاكل بحطها على مائدة استاذ طرق الطويل وبطلب منه حلها ولو هو أنا شفت البرنامج بتاعه أظن البرنامج بتاعه زي ما هو بيقول أفعال لأقوال فإن شاء الله نأمل أنه هو يعمل لنا يعني برنامج كويس نشوف فيه حلول سريعة وعملية ومقبولة تحل مشاكل القرى والمدن في المرد هناخد رقم ثلاثة رقم الزروق وراجل بيقبل خير وراجل ماشي في الخير وبيقبل في كل حاجة ويقبل مشاريع ويقبل كل حاجة هنطلبها منه بأمر الله الحاج طارق ولسه بنكمل لفتنا ولفنا ودورنا وجينا عند أهلنا طيبين في أرضنا الجميلة الخضرة وقابلنا عمر رضا من أول عمر رضا عمر رضا انت عملتوا لقاء عندك وستقبلتوا ستارق وكان لقاء مفروض ان كان ورناه ان هو كويس جدا وتمام وزي الفل طيب انت عايز ايموا ستارق؟ عايز انجح بس ولا عايز ايملنا لحاجة معامل يعني حاجة مشارفة للبلد مش اكتر عشان خاطر المرحوم مع مسائل الطويل اللي كان بيعمل خير قابلي منه والبلد كلها عارفة مصر كلها عارفة تمام عشان نكمل مسير توالد وحاجة ساية طويل؟ طيب انا ابتكد وصلت المعامل وسائل الساعة تمام تمام نكمل مسير توالد طيب فيه مطالب تانية تعليم صحة اي حاجة انت عايزة؟ والله ما ربنا ان شاء الله ينجحوا كده ويعد منها بخير ان شاء الله يبقى يعني ايه كل اللي عنده يعني مطالب ايه طبعا نيكلمهم ان شاء الله هو نجح باسم الله ولسه بنكمل دايرتنا وهنوقف شبابنا بنورينا شباب هعطاركوا بس دي واحد بس معلش احنتوا عارفين في انتخابات شغالة او مش عارفين؟ عارفين سيادتك طويل طب بس الناس دي مش انتخي بنت انتخاب يحمد ولا ليكش حق انتخاب؟ لا ليه حق اننا انتخاب انت وخلاص وصلت لدرجة سن الانتخاب فعلا؟ او وصل الفند انت شعاب الصغير ده لأ اصحا؟ لا ليس سيادتك فند قبل مسالك اسألهم بس انتعرفين مين اترشع عندنا في الانتخابات في دار دي؟ هو عارفين رمز ايه ورقم ايه؟ رمز الصغير ورقم 3 ناوي تنتخي وصل الصغير الطويل ليه عشان ايه؟ لا انه بصراحة هو اخدهم ما بيسيبش حد لو في مشكلة بيقف معانا ما بيسيبناش لوحدنا على طول تملي معانا واثوي كأن اخوناك كبير هو قف في ظهرنا حيب من انك هيكفي المجلس المحلي طيب ايه مشكلة اللي ممكن نقبلنا باسمعين على المجلس بتاعك ان شاء الله اتمام بالصحة اتمام بالتعليم مدارس ازيادة الفصول المستشفيات طبعا هيبقى ازيادة في عدد الاسرة وعدد الخدمات اللي بتقدمان المستشف الواحدة الصحية تمام تمام سخيلي خلاص احنا نوجه الناس ونقول الناس هنعمل ايه؟ ان شاء الله مع الستستاري ان شاء الله رمز الصاروخ ويكتسع ان شاء الله بمشيتي الله ويبقى عضو ونايب عن دائرتنا ان شاء الله في مجلس الشعب 20 و 21 معاك حدثك عمد محمود سلامة حسن الكوملة احمر جيزة كارية الكوملة احمر اه حدثك يعني بس يعني عوزينها اي حد يخدمنا بالنسبة للمشاكل البلد وظروف المعيشة ان شاء الله رب العالمين يمكن ربنا وفاقه ويقدر ان هو يعمل حاجة للبلد يعني ان شاء الله بسطري الحاجة على البلد رمز كام ورقم كام الحاجات دي وان شاء الله نعرف ان هو رمز الصاروخ رقم 3 ان شاء الله محتاجين حاجات كتيرة مدارس كويسة يبقى فيه تعليم فعلا مش فيه ان فيه دروس بمبالغ والناس مش قادرة ان هي تتفحها فيه الناس قاعدة في بيوتها ومش لقيا شغل زي بنات كتير شباب كتير الأستاذ طارق الطويل رمز الصاروخ رغم 3 ابن شمباري و ان شاء الله بإذن ربنا ربنا يكرمه ينجح ان شاء الله لإنه هو من غير مجلس بيخدم وكان ابو الله يرحمه قابل منه بيخدم البلد بحاله الله يرحمه علي محمد عبد العالا ان شاء الله احنا دايرتنا هنا ان شاء الله الامر الليUR ان يتخف الأستاذ طارق ساة الطويل بامر الله والله الأستاذ طارق يعني راجل خدوم وولده من قبله كان خدوم فإن شاء الله بأمر الله يكون هو يعني كويس لأهل الدايرة بأمر الله ويخدم أهل الدايرة leadership أكيد هو في مشاكل طبعاً إحنا بلد أريافه وفيها مشاكل كتير بالنسبة للصرف بالنسبة للطرق بالنسبة للأشياء كتيرة جداً إن شاء الله بأمر الله هو بأمر اللي أن ما ينجح يقدر بأمر الله يساعد في حالها إن شاء الله علشان أبوه كان خدوم فلازم يكمل إبقى خدوم علشان صحة وتعليم علشان مستشفيات ومدارس طلبات كتير انا بصراحة مش فك عليك جدا الله يكون فعونك يعني بصراحة يعني دايما دايما الناس بتحاول تبعد عن الموضوع انت قربتوله دلوقتي وبقى عليك حمل كبير وكمان احنا دلوقتي مواجهات يعني كتير من عظامك بالشعب كل القصة بس بيجي بحط الديجي ويلف بي بيعلق يا فرطين خلاص لكن هنطيعني على الهوى قدام الناس وبيجينا مكالمات وكل الناس سمعانا ودلوقتي انت شفت تقرير فعايزين تعقيب على التقرير ده حد سألك عن الصحة وحد سألك عن المدارس وولد صغير شاب لسه عيل صغير في السن طالع ان شاء الله حاجة يتبقى عزيل فل بعد كده احمد اللي كلنا بنكلمه ده شاب جميل وقال انه بيخدم هو ليه ايه كل ده وتعقيب حالك ايه على الموضوع ده كله بقى طيب اقول لك الحاجة ما نجي نتكلم عن ملفات ده كلها سواء صحة او تعليم انا قلت ده برنامج يا جماعة يشتغل على الارض الواقع انا نفسي مش عاجبني مستوى الخدمة لا في صحة ولا في تعليم ولا ولا ونقدر انه امكانيات او ميزانيات غزبا عن الدولة بس ان شاء الله هنحسنها وانا بقولكم ان شاء الله هنحسنها هنحسنها بالمجتمع المدني وهنحسنها برضو بالله هنقدر نتفاعل فيه مع الدولة اما الناس لو انت مكاني حب الناس دعمل معك ايه لازم تتحرك طبعا ده الجماد هيتحرك بقوة طبعا انت لو جماد هتتحرك طبعا بقوة طبعا يعني انا اسف مع احترامي اللي ماعرفش يتحرك بين ده او اللي يشوف الحاجات ده ما يتحركش ده مش جماعة ده 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 الاموات احسن منه ده الجزء ان امن للنفس وعسنهم لما غيروا جابوا منبر ان فبكى الجزء فانا عندي امل في حاجات كثيرة تمام تمام فانا عندي امل في حاجات كثيرة اول حاجة عندك امل ولازم حاجة تقتنع تماما ان الناس مقتنعين ان عوض مجلس النواب معه فانو السحري هيعمل كده لا عفريته هيطلع هيعمل كل حد لا احنا بص مش هنقول فانو السحري هنقول الواقع اهو وهنقدر نعمل ده وهنقدر نعمل وانا قلتها تاني هنقدر نعمل يا جماعة والله بالمساندة وقيد في قيد وفي ظهر بعض هنقدر نعمل على لسان حد من ديرتك لما كنا بنعمل التاريخ ده انا بقول له حالك بس حد قال كلمة قال وصله صاح طارق ان احنا مش عايزين منه حاجة ولا انا محتاج منه حاجة انا بيكلم بشكل فردي يعني انا مش محتاج منه حاجة انا شغال حكومة وبقبط كويس جدا والدنيا معايا كويسة جدا بس اقول له رسالة واضحة لو ساعة بس يجيب حقوق الناس الناس تبقى معايا حتى لو محققاش طبع يعني ساعي وبس هيخليه كل الناس معايا حتى لو مجابش نتيجة ما هو ده اللي احنا بقول الناس تحس بيك تمام تحس ان انت بالفعل بتتحرك بتسعى عندك مصداقية عاوز تعمل احنا عايزين دعم عايزين 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 عود مجلس نواب يروح عزقات وروح عزة فلان وفلان عاوز تعمل عاوز تعمل حسيت الناس حس بيك انك عاوز تعمل وبجد بتشتغل لوجه الله تمام ولا بناء دايرتك حتى لو ما تحققاش او الناتج بتاعها كان صفر او خمسين في المية الناس ستبسعيدة بيك مصدر احنا الكلام معك جميل جدا بس المشكلة الوقت بيجري بطريقة مش طبعية يعني هفروض نقعد وقت كتير ما عندناش وقت طب انا عايز اقول لحياك ان احنا عندنا تغيير تاني بس لسه بعد شويتين هنسألك بقى حياك المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن المرأة وقلت ان احنا مش قد دا وكملنا كلام كتير وبتاعfi احنا عايزين نعرف بقى دور المرأة او حاجة تعمل المرأة ايه في الفترة اللي جاية تبقى موجودة او مش موجودة مهماشة وليه المطالب الزل حقولك الحاجة حلوة نفضل اه النهاردة انا اللي ببلفها في الدائرة عندي في كتير جدا في حالات ارامل في مطلقات في سيدات بتاعول كتير جدا عند في الدائرة في قسر شبه معدومة بندور على باب رزق يا جماعة قصة باب الرزق أنا ما بقتنعش بحتة إن أنا عشان يبقى عندي باب رزق يبقى لازم أكون موظف دولة لا نهاردة أنا بفكر وإن كانت كلمتي فيه مع الشابات عندي ومع الشباب إيه رأيكم لو نبقى دايرة بلد الأول ثم دايرة منتجة بمعنى أنا النهاردة لو قدرت أجيب لكم مستثمر من بره محترم راجل عاوز يستفيد ومش هيخسر محدش فينا بيستثمر وعنده ماله بيحطه في حاجة خسارة وأبدأ أعمل عندي المشاريع الصغيرة اللي تتعمل في الدوائر أو في البلاد في كل بلد مشروع أو اتنين صغيرين يقدر يجمع بي عدد من الشباية والشباب أو الأرامل أو الكلام دا كله يشتغلوا في ينتج وياخد ويفيد ويستفيد كلام جميل جدا حكذا أخذنا في نقطة البطالة والكلام دا بس للأسف إحنا معنا متصل بقاله كتير جدا منتصر خلاص فإحنا نشوف سوز ناصر سلامة ايوة سوز ناصر زي حضر يا سوز ناصر أهلا بيك سوز ناصر سلامة طبعا غاني عن التعريف طبعا حيك عاش فينا كهاز جدا من أعوذاء التعليم في أوصين الله يخليك عن ربنا يا كرام سوز ناصر معكم سوز ناصر بقى حيك تسأله تقوله تنصحه اللي حيك عايز تعمير بقى تفضل معكم السوز ناصر بسال خير سوز ناصر أولا بالتوفيق إن شاء الله ربنا معكم ربنا إن شاء الله يوفقك بإذن الله وتنجح إن شاء الله يارب 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 نحن بس عازينك بإذن الله إن شاء الله بعد ما تبقى في إن شاء الله عضو في البرلمان في عندنا موضوعات كثيرة جدا محتاجة واحد جريء زي حضرتك يقتحمها ويحلهالنا ويوصل صوتنا للمسؤولين وقضايا تخص أكتر من محور في المنطقة أولها التعليم معاي سوز ناصر طبعا معاك يا وصناصر أنا سميه يا وصناصر سميه يا تفضل الأول حاجة العملات التعليمية العملات التعليمية محتاجة اهتمام شوية من حيث عدد المدارس محتاجين توسعها في الفصول الدراسية وإنشاء مدارس أكتر من كده والاهتمام بالمعلم وطبعا موضوع تطوير المناهج والعملات التعليمية دولة بدأت ما قلناش حاجة ومشي قويسة لكن محتاجين زيادة عدد المدارس عشان الكسافات الموجودة في المنطقة الزيادة السكانية رهيبة عايزين انشاء مدارس جديدة وعلا 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 وصناصر قال إن إن شاء الله هيسعى في حاجة عصناصر برضو عشان إيه بنتكلم بقى بنتكلم بصراحة إن شاء الله ده أنا وعدت بيها وطبعا أنا أحتاج كل الناس والشرفاء المحترمين اللي في الدائرة اللي إن شاء الله تكون منهم إن إحنا نقدر بالمشاركات المجتمعية بالدور الفعال لنا في بلدنا اللي إحنا عاوزينها تبقى أحسن حاجة في الدنيا هنقدر نعمل كلنا مع بعض إن شاء الله بإذن الله كله أيده في بعض يا جماعة إحنا بنحط إيدنا في إيدين بعض يا صناصر صدقني إن شاء الله عمر إيد لوحدها ما بتنتج طول ما إحنا إدينا في إيدين بعض هننتج أحسن وأحسن وأحسن وأنا عشبان في الله خير فيكو في دي في كل الناس المحترم والشرفاء اللي موجودين في دائرة أوسيم نحط إدينا في إيدين بعض نبني مستقبل لعيالنا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إن كل الناس في دائرة أوسيم والوراء عاقبين الأمل كبير قوي على حضرتك إن إن شاء الله لما تنجح تحقق لهم أحلامهم وأولها مشكلة المدارس وقلة عدد المدارس في المنطقة إن شاء الله إن شاء الله يا صناصر هو مش حاطنين بس بس هم ده هم مشاهدين وهم كبير فالله يكون فعونا في الكلام ده إن شاء الله يا ربنا صناصر نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله نقابل حكما على المرة تاني إن شاء الله نرجع أبدا أستار استار إحنا للأسف فضلنا الحمس ده بس ولأسف حلقة 2-2-2 سريعاً بقى في دائتين بالزبط عايزين نعرف وإحنا عندنا مشكلة في دايرة أوسيم النورية اسمها المواصلات شكراً كبيراً جداً كتو بس إن أهل العام مش موجود بقوة حاجة كتير كده يعني الناس عايز تروح من من أوسيم العباسية يروحوا إزاي الطلاب الجامع وإن كده بص يا صناصر إحنا عندنا حاجة كده أنا عندي ما عنديش طبعاً نقل عام يا أعتبر تمام عندي كمية الإعمالة والموظافيين اللي بيخرجوا من البلد بره كتير جداً أولاً إن شاء الله بأمر الله وإنا عارف إن عندي ناس شرفاء فوسيم شغالين في هيئة النقل العام تمام بدون ذكر أسامي تمام هيساعدوا معنا وهيقفوا معنا إن إحنا نوفر مواقف قتوبسات زي ما كانت زمان موجودة أنا فاكر جايما كنت طالب كان فيه 213 222 213 وكان دا كله قتوبسات بتلي بيوصل الجيزة واللي بروح العتبة واللي بروح الهاء تمام إن شاء الله بأمر الله أنا مصمم على إن أنا أربط الدائرة عندي بجميع المناطق في القاهرة والجيزة عن طريق النقل العام وهنحاول بأمر الله سواء بنجحنا ما نجحناش إن إحنا نوفر جمعية خدمات تبدأ تنقل الطالب والناس يبقى وعده مستطر يا جماعة قبل من نطلع التقرير بتاعنا إن شاء الله وعده منه و هيوفر كتير حيكتر جداً وقتنا إنه ده بس الفاصل ونرجعتين بناء قرية زاوية ثابت تابع المركز ومدينة أوسية السسطرة الطويل حد محترم جداً حد يخدون جداً بغض النظر عنها حاجة خالص هو الراجل في أي وقت لابناء دايرته أي حد بتوصل به لو نص الليل الساعة ثلاثة بالليل أربعة بالليل الراجل بمتواجد معاه بدون أي مقابل هي حاجة هو رسع عن والده الله يرحمه الحاجة سيدة الطويل ده حاجة عالم من أعلام أوسيم حد معروف جداً وحد محترم جداً وحد خدوم جداً والناس كلها عرفاه وأنا وأهلي وبلدي كلنا بندعم لساس طارق الطويل عشان هو فعلاً يستعيل حاجة زي كده أحمد أبرواش محمد من عائلة صر مقوم الأحمد لساس طارق الطويل خدوم ونعرفه لأنه لساس طارق جار الشمباري وراجل خدوم جداً ونعرف لساس طارق أطلب من لساس طارق خدمتين للكوم الأحمر الخدمة الأولينية في واحد كلا مش شغالة وتاني خدمة موضوع مستشفى البلد عندنا هي شبه مستشفى هي مش مستشفى هي شبه مستشفى ما فيهاش أي حاجة خالص تفيد البلد ولا تفيد شباب البلد أنا بوجه حاجة للشباب وللناس يعني يريد يشوف القصص طارق حب الناس ليه يعني يوصل له إزاي للدرجة دية يهم يعملوا أو يعني يتواصلوا مع القصص طارق يشوفوا الناس دي تقلفت عليه إزاي حبيته إزاي التواضع الأخلاق العالية يعني بيسمع شتنته بودنه ممكن إليه تغذب فيها ما يملكش مشاكل مع أحد بيقرب للناس بيقرب للفقير رجل متواضع فوق ما تتخيل أنا حسن عطية قاسم الحلواني مواطن مصري من مركز مدينة أوسيم جيزة أطلب من النائب الجديد يشوف الدور الخدمي للبلد يشوف إيه اللي نقس البلد ويعمله تمام اهتمام بالصحة المواطن وعندنا بالنسبة لمركز مدينة أوسيم مدينة مركز مدينة ورفية نسبة فيه فلحين كتير تمام وعجز ونقص السماد بتاع الأراضي تمام ومن يامة تانية صحة المواطن إن شاء الله بإذن أنا بقول إن الطارق إن شاء الله ربنا إن شاء الله يجعله طارق لجميع الأبواب ويحقق بصالح الجماهير وليس طارق فقط بس بل طارق اسم ورمز صاروخ سيختارك كل هذه المجالات في خلاف الدائرة كلها تحقيقا لمصالح المواطنين طا عبد البديع من أوسيم وإحنا بنأمل في ربنا وفي الناس اللي حولينا إن هي تدعم الأصص طارق الطويل لإن أنا بلمس فيه الشخصية اللي عنده الكريزمة الجريء اللي يقدر يقدم الخدمات دي كلها في أوسيم وعنده القدرة إن هو يقدر يساهم في تشريع القوانين اللي تقدر تساهل كتير جدا من الأمور والمشاكل اللي موجودة عندي في البلد وأنا بادعو الناس وياريت الناس تسمعني إن هي تحاول تفكر في شخصية الأصص طارق الطويل اللي هو جريء ما بيخافش حد بيحب الناس كلها والناس كلها بتحبه أنا عن نفسي أنا لمست من الأصص طارق مواقف تيرة جدا ولا ما بروح له في أي خدمة بروح له في أي حاجة ما بيرفض لهش طلب وبسرعة جدا بيستجيب ليا وبيبدأ يحلل المشكلة بتاعها هتقوني بقى للكلام ده بقى بالله يا جماعة أنا عاوز أقول لكم حاجة حب الناس ده عندي بالدنيا كلها أحسن من أي كلاسة في الدنيا ربنا يقدرني وأقدروا في الحب ده وأكون قده ودين فرقابتي إلى ما شاء الله وإن شاء الله أنا بيكو أنا عندي يقين بالله أنا هاوصل للكرسي إن شاء الله إن شاء الله طبعا جماعة إحنا وقتنا للأسف دايما دايق بس أنا عايز أقول كلمة أخيرة ختمية لحلقتنا بس طارق نصيحة من أخوك الصغير بقى اللي أقل منك عايز أقول لها ترطط خليك زي البحر قالوا عن البحر سارك ما تكلمش قالوا عنه كريم ما تكلمش قالوا عن البحر منقذ ما ردش قالوا عن البحر القاتل برضو ما ردش فمن تعرض للنعمل العام كان لنفسه ولأهله شيء من كلام الناس فجماعة طبعا سطارق نورتنا وطبعا كان نفسنا وعد معك طبعا من كده ولكن للأسف وقت حالتنا خلاص انتهى والعادة خلاص لازم نخلص دلوقتي ونشوفك مرة تانية حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته